بداية عايزين نقول موروك للنادي الأهلي اللي نجح فيه تحقيق إنجاز تاريخي جديد بحصد لقب بطولة إفريقيا للأندية المقامة في المغرب بكرة اليد بعد انتصاره على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في المباراة النهائية الفريق الأحمر تقلق فيه البطولة من البداية وقدم أداء قوية ومويز وحقق لنا النجمة الإفريقية السابعة في الحقيقة النادي الأهلي قدم رحلة حلوة قوي في البطولة قدر أنه يوصل للنهائي بعد التغلب على غريمه التقليدي إزا مالك اللي كمان قدم مباريات حلوة جدا جدا في الحقيقة المباراة انتهت بفوز الأهلي 26-25 إنجاز الأهلي بيعكس الجهد الكبير والتفاني اللي بيبزله اللعيبة والجهاز الفني وفي الحقيقة بيعزز كمان مكانة الفريق الأحمر كأحد أبرز الأندية في تاريخ كرة اليد الأفريقية مبروك طبعا للنادي الأهلي ومبروك لمصر اللقب الأفريقي ومبروك كمان لنادي الزمالك اللي هو في الحقيقة قدم بطولة مميزة جدا حصل على البرونزية فريق قوي فريق متحمس فريق قدم كل الجهد اللي يقدر يبزله وكل يعني اللعيبة كتمركزة جدا في الملعب وده اللي احنا متعودين عليه من لعيبة اليد بشكل عام كمان النهاردة كل عشاء كرة القدم في مصر بيترقبوا وانطلاق بطولة السوبر المصري للأندي الأبطال 20-24 البطولة دي هتنافس فيها أربع فرق مصرية الأهلي، الزمالك، والبيراميزي وسيراميكا علشان كده كل أنظار المصريين متجهة ناحية أبوظبي جماهرنا مستنية تشوف مين هيفوز بالبطولة دي الأهلي زي ما احنا عارفين هو بطل آخر ثلاث نسخ متتالية هل هيكون في مفاجآت في البطولة دي ولا لا؟ محدش عارف لغاية دلوقتي يعني بالتأكيد النادي الأهلي يعني هيعمل كل اللي عنده عشان خاطر يحافظ على اللقب ويكمل في مصرته احنا متعودين على النادي الأهلي انه دايما بيعمل ده لكن خليني يقول ان المرة دي بقى في البطولة دي فيه مفاجأة كبيرة أوي النادي الزمالك جاي بقوة كمان عندنا بيرامنت، عندنا سيراميكا، كليوباترا كل الفرق دي هيكون بينهم منافسات قوية جدا البداية هتكون مع الزمالك وفيرامتز المباراة تتلعي بالساعة 4 العصر ان شاء الله بعدها الأهلي هيواجه سيراميكا الساعة 8 مساء الفرقتين اللي هيفوزوا هيتقابلوا في النهائي يوم الخميسة اللي جاي يوم 24 أكتوبر والفرقتين الخسرانين هيتقابلوا على المركز الثالث والرابع والله الأهلي عنده الخبرة دايما الأهلي في المواجهات اللي من نوع ده والزمالك دايما أهلي في المباراة النوع ده بيبقى عنده الخبرة دي وخلينا نقول على الجانب آخر الزمالك كلنا عارفين أنه منتاشي بالفوز على الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي كمان عندنا بيرامتز عندنا سيراميكا عندهم سكواد مليان بالنجوم والمهارات يعني البطولة دي في رأيي لغاية لحظتنا دي محدش عارف أتوقع نتيجتها مش محسومة لحد الغاية دلوقتي الفرق الأربعة ممكن تعمل مفاجآت ممكن تحسم اللقب ممكن نلاقي حاجات لم نتخيلها من قبل تمثل الكرة المصرية مبارا مبارا ممتعة تعبر عن قوة وحماس جماهرنا وأخلاقنا المصرية في أبوظبي الحقيقة الحلوة قوي في البطولة دي مصطفى أن أول حاجة المعنويات عالية جدا وأن البطولة دي مش بس عن الكاس لكن كمان عن إثبات مين الأفضل في الموسم لأن دي كلها جاي عشان ترفع الكاس وكل جمهور وراه فريق بروح معنوية عالية جدا طبعا الأجواء في أبوظبي هتكون حلوة قوي والجماهير المصرية هتكون متواجدة بكثافة إن شاء الله يكونوا متواجدين يعني بشكل كبير ومعودين بأسبوع كروي حماسي بكل المقاييس إن شاء الله نقدم صورة مشرفة للكرة المصرية خاصة البطولة بتتلاقي ببرا مصر وزي ما قلنا يا مصطفى الجميل قوي في البطولة دي أنه فيه بجد منفسة يعني إحنا دايما كنا متعودين على أن دي الأهلي هو يعني إيه لوحده لكن النهار ده أو البطولة دي إحنا شايفين بصراحة معنويات عالية قوي الفرق كلها فعلا عايزة بترفع الكاس بالذات كمان بعد فوز الزمالك على الأهلي في السوبر ففي حماسة إنه يلا ممكن فدي حاجة أهم حاجة الأخلاق الكراوية وأهم حاجة إنه نحن يعني نمثل مصر بشكل مشرف وإن إحنا أخلاقنا تبقى كرة أخلاق في النهاية إن إحنا يبقى نظهر بشكل مشرف وجميل وإسمعها يقولك إيه الكرة أخلاق والأخلاق الكراوية يعني دايما الموضوع منافسة شريفة فهنتمنى أن دايما يبقى شعار البطولة في هذا العالم متحمسين قوي للمتشاط النهاردة والساعة 4 موعدنا مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر